السلام عليكم إخواني أخواتي مرحبا بكم في قناة شيوات أمولا كنتمنى على الفيديو تلقاكم في أتمصحها والعافية إن شاء الله الوصفة ديالنا دياليوم اللي هي حلوة برقائق الكونفليكس والشكلة البيض صراحة سهلة في التحضير وكتوجد لنا ضغية ما كتاخدش الوقت بزاف والأهم أنها كتجي بنينا بنينا كنصحكم أنكم تجربوا بمناسبة عيد الأضحاء إن شاء الله اللي يدخلوا علينا وعليكم بصحة وسلامة غادي نبدو بالمقادر وطريقة تحضير إن شاء الله عندي هنا يا 250 جرام ديال الزبدة يعني الزبدة تكون رطبة بحرارة المطبخ وعندي هنا يا الميزينا إن شاء 180 جرام وعندي كاس ديال عنب ديال سكر غلاسي وغادي نحتاج في الحلوة ديالي جوج بيضات واحد صشية ديال خميرة الحلويات ما يعادل 8 جرام يعني البيكن باودر وعندي هنا يا قبيصة ديال الملحة وغادي نحتاجوا اللوز يعني أنا هنا واخد عشرة درام ولا خمسة درام مهم أخدوا عشرة درام حسن ما ربما في الآخر تحتاجوا اللوز ولا شي حاجة من أحسن تديروا أنا كوم تديروا كتير يعني واخد هنا عشرة درام من بعد ما سلقتوا وقشرتوا وقليتوا في الزيت وللتزيين غادي نحتاج شكلاة البيض هنا عندي ربعة ديال شكلاة البيض على هذا الشكل انتم ممكن لكم تديروا أي نوع ديال الشكلاة البيض اللي كتبغيوا وعندي هنا يا رقائق ديال كونفليكس من بعد يعني ما درتوا في الهاشوار كيكون على هذا الشكل هذا خليت لكم هات شوية باش نوريه لكم كيكون على هذا الشكل هذا باش منين نفندوا الحلوى ديالنا كيجي لنا زوين وكيعطي لنا واحد القرمشة للحلوى ديالنا اللي هي رائعة ومن طبيعة الحال غادي نحتاجوا الدقيق دقيق يكون من النوعية الممتازة يعني الدقيق دائما كيبقى على حسب الدقيق كين نوع ديال الدقيق اللي كيشرب لنا أو كين نوع اللي ما كيشربش دغيا غادي ندوزوا لطريقة تتحضير ان شاء الله عندي هنا يا خديت من بعد ما خديت القسعة والصحفة ديالي ديت فيها داك ميتين وخمسين جرام ديال زبدة كيبما كديكم زبدة خاصة تكون بحرارة المطبخ تكون رطبة باش هكا دائما كتسهل علينا الخدمة ما كتعد بناش في الخدمة وغầدي نضيف لي هذك سكر سكر غلاسي لي و سكر بودرة وغدي بالاصابيع ديالي غدي نخلطهم كلهم باش هكا يجنس لنا السكر مع الزبدة مزيان ضروري انكم تخلطوها مزيان باش هكا تجنس لنا برؤوس الاصابيع الدول لنا مزيان غد نزيد لي هذك القبسة ديال الملحة وغدي نخلط المكونات ديالي كلهم يعني برؤوس janganابيع ولا بالكف ديالي يدي كم باش هكا تدوب لكم وتولي لكم على شكل كرمي على هاد شكل هد sca ومن بعد ما كنحس يعني بزبدة اوسكار غلاسي جانسولينا غادي نزيد لهم داك جوج بيضات وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم اخواني اخواتي من الاحسن انكم تديروا زبدة من النوع الممتاز يعني الحلوة دي ما كتجي فيها الزبدة لكتكون من النوع الممتاز كتعطينا واحد البنة اللي هي رائعة وغادي نضيف يعني داك الميزينة اللي هي نشا ميتين مياو عفوان مياو تمانين قرام ديالنشا وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم باش هكا الجانس لنا فيه ما بعد كندخل داك نشاف الزبدة مزيان وكندلكها برؤوس الاصابع ديالي وغادي نزيد داك صاشية ديال خميرة الحلويات اللي هي اه 8 جرام وغادي نخلط المكونات ديالي كلهم ومن بعد غادي نقنضيف يعني الدقيق شوية بشوية كيف ما قلت لكم الحلوة دائما كيبقى على حسب النوعية الدقيق هذا الكأس الول ديال عنبا اللي درت وغادي نخلط المكونات ديالي يعني را ما غاديش تدلكوها متاشي حاجة الكأس الثاني يعني غادي برؤوس الاصابع كتجمعوا العجينة ديالكم ومن طبيعة الحل الكأس الثالث درت فيه نصف كأس يعني انا يا هاد الحلوة ديالي دات لياجوش كيسان انص ديال عنبا ولكن دائما كيبقى على حسب النوعية ديال الدقيق هنا يا الحلوة ديالنا خاصة جيلينا عليها العجينة جيلينا عليها هاد الشكل هادا تكون ارتباء باش هكا تجيليكم الحلوة ديالكم ارتباء وفتيا غادي ناخد مقن شكل كويرات ديالي على هاد الشكل هادا يعني غادي ناخد كورة وغادي نبسطها برؤوس الاصابع وغادي ناخد لوزة وغادي نحطها في الواسات كيف ما كتشوفوا معي واضح في الصورة وغادي نجمعها من الجوانب باش نغطي ذاك اللوزة ومن بعد غادي مقن كورها بالكف ديالي هاد الشكل هادا يجيلينا علي شكل كورة هادا هو الشكل اللي خاصنا نديروه انا يا انا راني شكلت الكويرات صغيرين باش هكا الحلوة ديالنا كتجيلينا زوينة في المنظر كتكون اجمال ما كنديش الحجم كبير غادي نعاود معاكو محدة تانية باش شوفوا الطريقة مزيان غادي ناخد واحد الكويرا غادي نبسطها غادي ناخد لوزة وغادي نديرها في الواسات وغادي نجمعها من الجوانب وكان عاود نكورها على شكل كورة باش كنجمع ذاك اللوزة ما تبقاش تباليا يعني مني كان عاود نكورها رما كان بسطة موالو كنخليها كاك طالعاليا غادي نعاود معاكو محدة اخرى كيف ما قلت لكم اخواني اخواتي را هاد الحلوة كتجي زوينة وكتجي سهلة انا صراحة كنت دقتها عند الاخت ديالي وطلبت لي هالمقادر يعني كان شكرها بزف وكان وجه ليها تحية من هاد الفيديو هادا كان وجه ليها تحية وكان قوليها شكرا بزف بزف ومنين عجبتني الحلوة وقادتها في الدار وجيتني زوينة قلت علاش لا ما نشاركهاش معاكم حتى انتم ما تاخدوا واحد الفكرة واتاخدوا هاد الحلوة لانها سهلة في تحضار ديالها وكان جي زوينة كان قوليها شكرا بزف وشكرا لكم كاملين على المتابعة وعلى المشاهدة كان وجه ليكم تحية كاملين بكم وكان نكمل الحلوة ديالي عليها تشكل هذا يعني راه طريقة بسيطة وموضحة في الفيديو يعني بدون تعقيدات راه سهلة مهلة يعني ساعد المقانة غدي تقدري توجدي بها هاد الحلوة في دارك والعيد ديالك والضيوف ديالك والوليدات ديالك ومن طبيعي الحل غدي نكمل الكويرات ديالي بنفس شكل راه كمك ديكم كان ناخد واحد الكويرات كان بسطها بالكف ديالي كان نهز واحد اللوزة وكان نديرها في الوسط وكان نجمع العجينة ديالي كان عاود نكورها بالكف ديالي باش كاتجيلي على شكل كويرا ما كان عاودش نبسطة يعني كان حتى هكاك انا راني واخد اللاطا ديال الفران عندي الفران ديال القاز فرشتو بورق الفرن باش هكا كان تفادا الحلوة ديالي ما تلصق ليه متاشي حاجة لي ما عندوش متانا الورق ديال الفرن يمكن له يدها اللاطا ديالي بزيت غيحة وماء امكان ما تكتوش من زيت من زيت تديرو غيشي شوية باش تفاديا باش ما تلصقش ليه الحلوة ديالي كو مصافي الفران نراه كان كيكون مسخحا من طبيع المي الخاص ومسخنية من قبل لا عندو الفران ديال الضو متالا مثلا ان راه كيي طيب الحلوة على ميو ستن دراجة 되는데 سبيون دراجة لان هذا الحلوة ديالي نراه تقريبا طريقة ديال الطيب ديالها او طريقة ديال الطهي دياله بحل ريش بند يعني ما كان نخلي بهاش طيب بزاف واتحمر لنا بزاف غيات تخدي لنا ذاك اللون شي شوية نحس بها انها طابت لنا شوية من التحت كانها بطوة كتت تخذينا ذاك اللون يعني كتبقى لنا بيضاء من الفوق ما كان حمراش لان لا حمرنا غادي تتحرق لنا والحلوة غادي تجيرينا يبسا هكا باش جينا الحلوة دي النرتبة هنا ايام من قربت مسالية عاود لكم واحد الحلوة يعني بطاقة الفيديو باش نعاود لكم حدا وتشوفوها مزيئ هنا من بعد مشكلة يعني هاد المقادير عطاتني الاطة ديال فران ديال القاس هدا هو الشكل اللي ديال حلوة من بعد مساليتها كيما قلت لكم راني مسخنا الفران من قبل من سخون غادي نتخلطها ديالي او تبصل ديالي الفران غادي نقص عليها على نار مهيلة وغادي نخليها تطيب على خطرها لي عندكم الفران ديال ضو ميو ستين درجة ولا ميو سبعين درجة وارضو معها البال كيما قلت لكم ما تخليواش تحرق لكم ولا تحمر لكم بزاف را هاد الحلوة ما كتتحمرش لنا بزاف كنخليوها بيضاء يعني الطريقة ديال طيب ديالها بحل ريشبون كيما قلت لكم هدا من بعد ما خرجتها من الفران هكا الطيب ديالها خاص يكون باش هكا تجيلي نفتية يعني غيك تحسو بك تقيسو عبيد ديكم كتلقاوها انا شدت راسها كتبطوها شي وحتين يد المغانا ملتح وكتخرجو طبصل ديالكم هنا يا راني دوبت انا يا شكولات في حمام مريم وقيلها كان نرا كل شي كي عارفي دوب شكولات خديت كاسرونة كبيرة يعني الكاسرونة دي الما ولطاوة دي الما خاصها تكون كبيرة على الكاسرونة اللي كيكون فيها شكولات باش هكا كاملين كان نوضعها في الماء كي دوب لي شكولات ضغية درت فيجوج معلقة ديال الزيت وكن خلطوه وكن خلي شكولات ديالي دوب هناء يا غادي ناخد الحلوات ديالي وغادي نوضعها في ذاك الشكولاتين يعني أنا كان نخد تقريبا سبعة ديال حبات ثمانية ديال Ummah d jaajo I can wprodu�� كاملين في الكاسرونة على كبير ركة باش يعني نحاول أنا هننزربش شوي فالخدمة ديالي مانطاوهش عليكم الفيديو. وحتاني فى الدار ما كان باشنناخدش الوقت بالساف دغيا دغيا غادي ناخد جوش فرشيطاتو وغادي نشد الحلوات ديالي يعني غادي نضير بالفرشيطة باشها كان يمكن ان اضعه في الهاشوار يمكن ان اضعه في المونيليكس يعني الخلاط الكهربائي وتدوزه شي شوية شي ربعه ديال الدورات يعني ما تطحنوش بزاف خاص نحنا احنا اجينا مهرمش باش يعطينا القرمشة الحلوى ديالنا مزيان هناك كما قلت لكم نحيت ذاك الكويرات اللي درت في الشكلات ونحطه في الكونفليكس وندوز من طبيعه الحال يعني نفند الحلوى ديالي في الكونفليكس على هات الشكل هذا انا راني واخده البلاطون ودرت عليه الورق ديال الفورن باش هكا منين نحيد الحلوى نحط فيها الحلوى ونحيدها ونقدمها في طبق ديال التقديم بتحيد لي بسهولة يعني الى درتوها مباشرة في التبصيل او في اي حاجة غادي لسقلينا الشوكولات من الاحسن انكم تفرشوا بحالك الورق ديال الزبدة يعني الورق ديال الفورن وتحطو عليها الحلوى ديالكم غادي نكمل يعني الطريقة ديال تفنادة ديال الحلوى ديالي على هات الشكل هذا يعني هاد الكونفليكس اخواني اخواتي كيعطيها واحد القرمشة اللي هي رائعة ومنين كتاكلها يعني ذاك اللوزة اللي كتكون في الوسط الصراحة كتجي واحد الحلوى اللي هي كما كنقولوا ورغم البساطة ديالها انها كتجي لنا بنينا وحتى في الشكل يعني كجي راقية جدا غادي نكمل يعني بنفس العمليات تفنادة ديال الحلوى ديالي كان هزها كندير واحد القادر في الشوكولات ومن بعد كان هزه وكان استقطره شي شوية من الشوكولات وكان وضعه في الكونفليكس وهذا هو الشكل نهائي ديال الحلوى ديالي اللي قدمت معكم كنتمنى انها تعجبكم وتنال الردة ديالكم وتقدموها في البيوت ديالكم وكان نصحكم انكم تجربوها راها كتجي بنينة بنينة بزاف اخواني اخواتي شكلا ومداقا كيفما كتشوفوا الشكل ديالها تبارك الله هذا هو الشكل نهائي ديالها يعني عن قسمها لكم على جوش شوفوا اللوزة اللي درنا في الوسط راها كتجي باينا واحتمني كالنكلها كتجي باينا دمتم في رعاية الله وإلى فيديو آخر ووصفة أخرى ان شاء الله عيدكم مبارك سعيد